فأنا دايماً لما أقول إحنا بنصنع صناعة معقدة أنا يعني أتمنى أن أكون هكذا وأتمنى أن أنجح أن أكون صنايعي كلمة صنايعي أسطى أتمنى أن أنا أنجح في مسعايا أن أنا أكون أحد صناعي الأمل أحد صناعي الأمل هدف إحنا عندنا صناعة معقدة صناعة أصعب من الإلكترونيات لصناعة الأمل كيف نصنع أملاً للناس كيف نرفع الروح المعنوية لهذا الشعب العظيم كيف نرفع روح نحن المعنوية كيف نتخلى عن التشاؤم كيف نستطيع أن نعيش في وسط عالم لا يعرف إلا الأقوياء لابد أن ننتبه أن معركتنا معركة البناء وصناعة الأمل مرتبطة بكلمة واحدة هي الوعي لا أخشى على هذا الشعب إلا من غياب الوعي لا أخشى على نفسي إلا من ضياع الصورة الصورة لو ضاعت أمامنا وبهتت وخفتت وأصبح في حالة ضبابية مش هقدر أشوف أخشى ما أخشى على نفسي وعلى بني وطني هو غياب الرؤية هو ضياع الصورة هو الإلهاء في أمور فرعية الصورة واضحة ويجب أن تستمر واضحة الوعي الغائب والوعي اللي بيحاول الآخرون أنه ينزف ينزف هذا الوعي والذاكرة الوطنية يتم تشويهها وتشويشها هو ده المعركة الحقيقية اللي إحنا يجب أن ننتبه ننتبه لأن المعركة مستمرة وهي معركة الوعي